مباشرة بعد تقلده منصب رئاسة الجمهورية كلف عبد المجيد تبون لجنة خبراء لسياغة مقترحات مراجعة الدسور وبما أن الجزائر مقبلة على ما وصفه الرئيس بالتأسيس لجمهورية جديدة فإن ذلك يمر حتما عبر مراجعة عميقة للدسور دسولة الآن يتجاه وزرها التنظيم السلطة إلى التنظيم المجتمع فهو الإطار للجمع وبالتالي بالضرورة الدستور يكون شامل لا بد من أن يكون في أحكام دستورية صارحة يكون في فصول مختصرة بنتفادوا هذا الإطناع في المواد المؤسس الدستورية قلت للأسف في المادة 218 في الدستور الحالي يمكن اختصار حتى الـ 60 مادة 65 مادة ولكن الشيء الذي نأمله أن يكون دستور ليصمد أمام المتغيرات سياعة الدستور الجديد تقف وراءه لجنة مؤهلة تدع الخطوط العريضة بعد فتح مشاورات واسعة مع الفاعلين في الحياة السياسية قبل عرض المسودة الهائية للمصادقة البرلمانية ثم الاستفتاء الشعبي التعديلات المنتظرة من شأنها الموازنة بين النظامين الرئاسي والبرلماني وتفعيل الدور الحقيقي للبرلمان وما يعقبها من توسيع سلطة المجالس المنتخبة والرقابة النيابية قد نذهب إلى ما يسمى في الفقه يعني في الدكتورين الشبه الرئاسي والذي يجبع مستوين من الحكامة التنفيذية أن تكون مستوين وهذه مستوين لمواجهة المجتمعات يجب من جهة التوفيق بالاستقرار الذي يعطيه الرئيس والجانب الاستراتيجي والقاضية التكيف الذي يجب أن يكون على مستوى عكومي صياعة دستور توفقي من أهم المحاور التي تتضمنها ورشة تعديل الدستور من خلال تحديد الصلاحيات وتفعيل آليات الرقابة التي تضمن سير الحسن لمؤسسات الدولة وتعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم اشتركوا في القناة